السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى قيل وصحبه وسلم. ازايك يا جماعة يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. نهارده ان شاء الله نتصور مع بعض الدورة بتاعتنا. ده يا جماعة اليوم الاثناشر لدهورة الفراغ بتاعتنا زي ما اتشايفين. بالنسبة الناس اللي قالت تصور الاودة مشاهمة. ده يا جماعة الاودة اللي انا بتصور فيه. ولا انا مربيها في الفراغ. انا يعني حابت ان انا اتجباركم في البداية خالص كده علشان برضو تبقوا انتم ايه شايفينها وعارفين. ده طبعا اللي القضيات على السطح. اه يعني بالنهار انا بحط الفراغ فيها. بتبقى برضو تكون لتها شمس ودخيلها برضو دل وكل حاجة. فالفراغ بسم الله مشا الله بتبقى حلو. انفرفشة فيها يعني. اه زي ما انتشافين كده مشا الله يعني حتى الفراغ فيها. الفراغ بتحب الواسع يا جماعة وتربية الطور كلاتها متن بتحب الواسع. يمكن بسم الله مشا الله يعني الفراغ ديات اللي تشوفها اصلا يدي لها يعني اكبر من عمره. لانها ما شاء الله مش كويس يعني. وطول النهار هي القضي يضعبك على قدهم هم. آآ يعني عشان كده بسم الله مشا الله بتبقى يعني لا بحصل تحتهم مسلا المكان ببقى مبلول ولا بتبقى الدنيا كتمة عليهم ولا اي حاجة هي التهوية كده تهوية حلوة وسلمة. عشان كده يعني تلاقي ما شاء الله الفرق ماشي معنا يعني سالم ومزبوط. فا يلا كده يا جماعة بقى نسام اللون حطوا لايك للفيديو. تمام? حطينا كلاتنا لايك تعالوا يلا تشوف النهاردة هنعمل الفرعة بتاعتنا زي ما انت شايفين يعني النهاردة هنعمل لهم بردو كده ايه? وصفة حلو قوي على الاكل وعلى ما ان شاء الله. آآ الوصفة بتاعتنا دي يا جماعة ده بردو هتنفع يعني من هنا ورايا هنعمل لهم. بما ان ده خلت شدة وكده بقى فاحنا ان شاء الله هنقطر منها يعني. فهنا زي ما انت شايفين ان شاء الله نحط لهم العلف على على بلاطة هيا زي ما انت شايفين كده وان شاء الله بقى هنبدأ نحط لهم في العلفات. علشان يعني يمكن الفترة اللي فاتت دي كنت بحط لهم في الطبق اللي انت شايفين دوات. على اساس يعني الفرخ الكلس صغر وكده. فان شاء الله هنبدأ نحط في العلفات. وهنرفع العلفات بقى على اول اكتوب عشان الفرخ. هو ما شاء الله يعني يقدر ان هو يأكل وهو ايه رائبته مرفوع. آآ عند بسم الله من شاء الله يا جماعة الدورة بتاعتنا دية يعني هي بسم الله شاء الله مشا معي حلوة او زي الفن. اه ده طبعا انا بقول في كل حلقة العمري بتاع علشان بلاقي في الكومنترات برضو الناس بتسأل الفراغ ده عمري كم يا؟ مش حماء? يعني مش عارفة بقى يعني الناس ما بتركيز يعني ما بتركز في الفيديو او ما بتسمعش يعني الفيديو حلو فمش عارف. فعلشان كده انا برضو يعني بقول لكم في الفيديو وبرجع برضو اكتب لكم على الفيديوهات دي فريق عمريكية. النوع طبعا علشان الناس بتقول لي دي نوع ايه? ده يا جماعة بلد مشاعر. ده احسن حاجة واقدر فرخ انا بربيه يعني بحب اربيه البيه. علشان كده هو ينام البلد حلو برضو يا جماعة وانا برجح البلد وما فيش اي مشكلة. بس انا يعني بحب ان انا رب البلد المشاعر ليه? لان يعني ما شاء الله هو بيبقى يعني بيدي حاجم حلو. الفرخ بتاعه ما شاء الله حاجمه حلو يعني. وفي البلد برضو بيبقى جميل جدا. فهو ده اللي انا بربعه على طول. آآ ان شاء الله بعد الدورة ديت. يعني انا حبيت بس ايه? يعني اكبرها بس شوية. وان شاء الله بعد الدورة دي بازن الله. يعني حوالي اسبعه كمان كده. وهبدأ ان انا جيب بالفرخ اللي هو الفيوم الروز ده. تمام? عشان كنت قلت لكم قبل كده. تعالوا بقى كده يلا جماعة هنعمل الخلطة مع بعض زي ما نشايفين. ده طبعا آآ هنقطر منها ان شاء الله. على اساس ان هي ايه? دخلت آآ شتا وكده والجاو ساعات بيبرد وتبقى بقى يعني برد وطاشمة مش عارف ايه. فالحاجات ديت البصل يا مع والكركم والآآ حبة البركة. كل الحاجات ديت بتبقى جميلة جدا ومفيدة للفرخ. على يوم كده معلقتين عسل زي ما انت شايفين. ونبدأ بقى نقلب لهم الخلطة ده على بعض. ده طبعا عصرة لمونة كبيرة عليهم هيت. وعلى فكرة البصل يا جماعة انا فارم على طوم. فانا محبتش ان انا عملوا مقطع بقى عشان ما نطورش عليكم الفيديو وكده. فبس الناس اللي هي يعني حابة تعرف المقدار بالزبط ان شاء الله هبقى اعمل آآ هصور بازن الله. يعني ما اجي اعمل الخلطة ده هصورها قدامكم. هي الموضوع كلته يعني بصلايا وآآ كنت عامل كمية يعني على السنة انا هحطوا للتوركولاتها ان شاء الله. يا ما تجي تعملوا مسلا الكمية زي دي تعملوا بصلايا مع ثلاث فصوص طوم كفاية قوي عشان طبعا الفرخ لص صغير. ونص لمونة زي ما احنا عملنا كده يا جماعة. ممكن تحط برضو عليهم معلقتان خل. معلقة كوركم آآ معلقة حبة البركة. الحاجات دي هات حلوة او. ده طبعا الميا اللي هي نزلت من العصرة بتاع البصل والطوم. هنحط حوالي معلقتان كبيرة كده على الريتل الميا ليهم برضو. وبسم الله مشاء الله تخلي الفرخ معاك زي الفلو. لتحس بقى لا في فرخ كاشش ولا في فرخ عنده طاشمة او عنده برد او الكلام ده كل ده. لأ. علشان بس ايه يعني بس يعني بلاقي في ناس بتقول لما شامان عند الفرح كاششة وعلى بعضها وكده ومش عارف ايه. يعني حاول ان انت تحط البصل والطوم على طول في يعني دي اكتر وصفات دايما تخليها ايه هي الوصفات الاولانية يعني ايه تخليها دايما في المقدمة. التوم والبصل والليمون دي. والخل يا جماعة على فكرة. ده دايما نخلي الوصفات بتاعتك دي في المقدمة. حاجات بسيطة يعني مش مكلفة ومن قلبي باتنا. وفي نفس الوقت هتخلي الفرخ بسم الله من شاء الله ماشي معاك كويس او. افتح شيئة الفرخ. واخدوا باركوا يا جماعة البصل. البصل. آآ البصل ده بتزود حجم الفرخ. عشان تكونوا عارفين يعني. البصل والطوم والحاجات دي ده بتزود حجم الفرخ معاك. وبتفتح شيئته على الاكل وكمان بيعالج الفرخ معاك. سوى فيه طاشمة بقى او فيه برد او الكلام ده كلاته. لان انت كده بتعمل لهم ضد حي وطبيعي. ده طبعا بسم الله ما شاء الله الفرخ بدأت ان هي تاكلة هي تتلمع الاكل. وطبعا انا ما بحرمش الفرخ يا جماعة ولا بجوعهم. آآ طول ما الفرخ لسه صغير معي انا ما بجوعوش خالص. علشان الناس اللي بتقول انت بتأكلك طقف اليوم ومش هيماء. انا يا جماعة ما بأكلش بالطقف. طول ما الفرخ معي لسه صغير بسيب الاكل قدامه للنهار زي ما انت شايفين قدامكم كده. يا دوبك انا بعمل لهم الوصفة كده معاكم عشان تبقوا انتوا بردو عارفينها. آآ الاكل والمية يعني لقينا طبعا احنا في الشتر والفرخ بيحب يأكل ويدفى كده يعني طول ما الفرخ واكل بتحس ان جسمه ده فياك. آآ اما الفرخ بقى يكبر معي شوية كده يعني عمر شهر ونص شهرين هبدأ بقى ان انا اي يعني اكلهم بقى بقى الطاقة. تمام? يكون الفرخ بقى كيبر كده وحمى نفسه بقى كويس. آآ ان شاء الله برضو هنعمل خلاطات تانية حلوة قوي في الايام اللي جاي. يعني زي ما انتوا شايفين كده. آآ الفرخ ماشي معي حلوة قوي. يعني كان حد كده قال لهم شايماء انا عندي الفراخ لسه بديلها دو استقبال. وحاسة ان الفرخ كده كمشان وكاشش وعرقل على بعض. آآ علشان كده يا جماعة يعني مش هايزة اقول يتعود دو الاستقبال خالص. لأ انا يمكن ان كان بحصل عندي الموضوع دوت لما كنت باجد دو استقبال الفرخ. آآ كان يبقى الفرخ ماشي معي كويس وعندما اجد دوله دو استقبال ابو سلاقي الفرخ بدأ يكش ويسهل. آآ يعني الله اعلم بقى العاد في الادوية ولا العاد في ايه بالزبط انا ما عرفش. بس هو يعني عامة انا من بعد ما لقيت الموضوع دوت حصل عندي مرة واتنين. انا منعت الادوية خالص يعني عن الفرخ عندي. سوى ابيض سوى بلدي. آآ بامشي بقى بالخلطات الطبيعية. علشان كده الفرخ بسم الله ومشاء الله ببقى ساحب طول ما الفرخ بقى صغير وماشي ساحب كده طوالي انا بامنع عنه اي حاجة يعني اي حاجة من الحاجات ده خالص. لا بقول لادوية بقى ولا اي حاجة. لان يا جماعة يعني فعلا والله ده اللي انا اكتشفته حقيقي. آآ اللي انا اكتشفته اللي انا يعني ايه بحس ان الادوية بتبقى مضروبة. وفي ناس برضو قالت الكلام ده آآ معظم الادوية بتبقى مضروبة. علشان كده يعني مش عايز اقول لكم مسلا ما تجيبوش او حاجة زي كده ما عرفش. بس ان في ناع ادوية برضو استقبال بتبقى كويس. تمام? فالانا بفضله في الحاجات ديكولاتة الحاجات الطبيعية بتبقى افضل يعني واحسن. اثمان يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. استنونا ان شاء الله في الفيديو الجديد.